نا لسه دي بس موضوعية وطبيعة الدراسة حاضرتك أصلي سهلة أول حالتك تشوف أي رسم تعجيبك تتناسب معاك كنادي ولا لا ما تقوليش تسمر وتسكت تسمر في ايه انت بتاع رياضة يوم تستسمر كل شغلك يبقى فوريا ده غير لما اجي عمل استاد بقى وشفية المحلات وده موضوع تاني لكن ده عمل المنز متحط على فكرة واش تقولي مثلا عايز اعمل شؤة عايز اعمل عمرات عايز اعمل فيلال لا هنا لا انا مخصص ليا نسبة في المباني اللي عنديها ليا نسبة طيب كملت عايز اقول ايه لجمال ومية بقى لأ قبل جمعية لأ لسه في حاجة في التمويل اصل الناس اللي شافت في نفسها وتبرون ان انا انتقدت وانا جاهز ليهم وبيقابلوني من قبل بعض مشاركات للجمعيات الدولية برى مصر لو حضرتك بتعدم مشروع مرتبط بالبيئة صديق للبيئة كل استخداماتك فيها مش ضرة بالبيئة حضرتك هتقدر تاخد تمويل زيك بايه بدون زيرو فايدة زيك زي المونيريل زيك لانك بتقدم هنا خدمة مين مجتمعية خدمة رياضية وتقوله ده انا هسقف ولادي جوا ده انا بربي ناشئ جديد ده انا هشتغل بطاقة شمسية ده انا هعمل كذا يبقى مصادر التمويل مش بس زي ما انته قلته مع كامل احترام الملف اللي عرضتوا نفسيكو بيه لا انا بقى تحديكم النهاردة تتوجه الكلام للناس للقايمة الموحد صحابي بتقوى انبارح النهاردة انا ومجموعة المستقلين مستعدة باني بالطرح اللي انا بقوله ومسؤول عنه انا خططت عبل كده واشتغلت على 300 فدان ولجنة علمية كبيرة اجازتلي الكلام ده فانا بقى نرجع للجامعية العمومية احنا هنختم بالله حلقة عايز تقول انت بتقول لي مش عايز تقول الكلمة اللي في الاخر لا انا عايز تتعدل بتاخد الشباب عايز تتعدل الستايل انا عايزة حاجة واحدة بس اختاروا لأصعب فترة في تاريخ نادي الزمالك احنا حاليا في النفق لسويد عشان نخرجوا نبقى رماضي عايزين نبقى وقعيين عايزين ناس عارفة كل الملفات درساها وحفظاها عارفة مين تبع مين بوا النادي عارفة مين هيعطل العمل احناك بتكلم الجمال وما دلوقت كلها فنقول لهم اختاروا كل واحد رشح نفسه كلهم ناس محترمين كل واحد شاف في نفسه ان يبقى في صفة مرشح انا باحترمهم وبقدروا جدا اختاروا بينهم اللي عاش وعافر عشان يوصلنا للمرحلة دي مش مكافأة لي بس يشوف هو يعرف لو قاعد عالكورسي هيتخض ولا هيخاف ولا حجم المديونات هترعشه ولا مستني بس ان انا تعرض من خلال محفظة لا الزمال الغني وغني وقيمته التاريخية توقفه على حيله تاني يوم الصبح لما يوصل لمرحلة الاستقرار بس ان يبقى مجلس مستقر انت هتقدر تتعاقد معي لما تبقى عارف ان انا هحترم تعاقداتي وان انا مش هغير بين يوم وليلة هتحترمني لان انا عندي مقومات مكانية وتاريخية مش موجودة في محافظة الجيزة غير في نادي الزمالي فانا رهاني على الورث هيعاد سياقته وتطويره وتأهيله بناس عرفة ايمة ده ناس ولاد النادي مع كام الاحترام مقصودش هنا اسقاط ولاد النادي يعني عاشوا المشكلة جواه النادي تصدوا لكل المشاكل وكانوا صحاب مواجهات مش اتفرجوا عليها في التلفزيونات لان انا لمت في وقت فات في بعض البرامج وفي بعض المواقع ولاد الزمالك اللي زمالك عملكم وقت ما الزمالك كان محتاجكم ما جيتوش اللي زمالك صنع نجوميتكم وحطوكم على منصات تتويق وحطوكم في احسن برامج التحليل وكانت صاحب الاسم والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليكم وقت ما كانت الدنيا بتبقى ظلمة لو قلته لله عور انت عور ولا قلته للزمالك بيغرق انا شايف ان في مجموعة مترشحة حاليا في منهم ما باختلفش معاه في المجموعة بتاع القايمة المحافظة في منهم محترمين في جبعة المستقلين اللي بيقودها هاني عالتال في منهم في الجبعة اللي بيكونها الكابتن فاروق في منهم مستقلين برا المجميع دي كلها انا بيشوف ان مهنتهم ومصدقيتهم ومصدقيتهم في عرضهم تستاد عن كلام ده تمام فانا بالنيابة عن كل المرشحين اتعبوا شوية ما تخليش حد يغدعكم الموضوع بسيط جدا وسهل جدا لان انت تقعد على كرسي اعدوا عليه عظماء ونادي الزمالك في المرحلة دي كمان يعني اللي اختار فيها هو الحل الامثل حتى يستعيد مكانته الطبعي دكتور مصطفى قلت سيتا كل حاجة لسه رقمي بقى انا رقم 32 مرشح لعدوية مجلس الازالة اتشرب بدعمكم يوم 20 ان شاء الله واللي جاي للزمالك حلو ما هواش زي ما الناس بتشبه والناس شايفة لان انت ابن اسم كبير وكيان كبير سهل جدا يوقف على حيله والكبير عمر ما بيوقع بيكمل ان شاء الله دكتور مصطفى قبل اتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله برنامج طموح وان شاء الله يكون هذا البرنامج لدور في استعادة نادي الزمالك لمكانته الطبعي بتشاكل ليك واستحملك لي لا خالص بالعكس انا كنت مستمتع دلوقتي جاري في بيتي مستمتع بيك احنا مستمتع دي للامانة بالعكس مكنت نشطبع نعجلها لقبل انتخابات مباشرة فعشان نستلحل بس دلوقتي اخد بالك السوشي ان شاء الله تكمل اه ان شاء الله بإذن الله شاركتنا نورتين يا سعيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا احنا كده وصلنا لناية حالة النهاردة بادي الفقرة كانت مع الدكتور مصطفى عبدالخالق المرشح لوضوية مجلس ادارة نادي الزمالك فوق السن احنا جمعة وسبت ان شاء الله اجازة يوم الاحد في تمام الحدي عشر مسان حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء